اشتركوا في القناة استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكرما تيفي لايف اضغط انستول للتسبيت بعد اتمام عملية التسبيت اذهب الى القائمة الرئاسية ثم افتح الكرما تيفي لايف اعب واستمتع بمشاهدة قنوات الكرما على ابل تيفي بأعلى جودة ممكن موسيقى قابلتهم لكن ازموا صدق ان الرائل خرف حزاير تانية كتسبت صدق ان المعجزة لسا تحصل في زماننا وتتحقق وان كنت تحب تشوف عليك وتحبت نفسك تتحقق اتقرب منهم اسمع حكاياتهم واختباراتهم الى عشون اهلا محددكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العبرين النهاردة معانا الجزء التاني من حلقة سيرة محمد في القرآن المترجم مع دكتورة مريم يعني في مشكلة شوية في الاتصال لكن بنصلي بنعمة الله يعني تقدر تدخل الاتصال بقى كويس وتكون معانا عشان فعلا متشوقين نسمع منها اللي بيصدروا المسلمين للغرب في القرآن المترجم واللي في نفس الوقت مش بيعتبروا ان هو تزيف ولا تحريف لما بيغيروا المعاني وبيقدموا لهم معاني غير الموجودة في القرآن العربي بغرض ان هما ينشروا الاسلام ويقدموا القرآن وكأنه كتاب مقدس يعني بيحاولوا يتجنبوا العيوب او الامور اللي اللغة العربية لغة القرآن كشفاها وبيحاولوا يخرجوا نفسهم من معدرات كتير وإشكاليات كتير لكن بالنسبة للغرب بيقدموا لهم قرآن تاني خالص يعني فبنصلي لتصلي بقى كويس وتبقى معانا دكتورة مريم نشكر رب جدا أهلا بيكي دكتورة مريم أهلا وحسنة تغطنورة ربنا برحالة وحسنة تغطنورة ربنا برحالة وحسنة تغطنورة ربنا برحالة أمين بنصلي لتصلي بقى كويس والصوت يبقى كويس باسم يسوع طيب ممكن في البداية دكتورة مريم تصلي من أجل وقت الحلقة والرب يحفظ الاتصال كده يكون كويس معانا تفضلي أمين إلهنا الصالح يا رب نشكرك ونباركك ونعظم اسمك يا رب جايين قدامك طلبين مجدك انت يا رب سود انت على الوقت الجاية يا سيد سود انت على القلوب والعقول يا رب افتح الأزان يا رب غايتنا وهدفنا أن الكل يعرف حقك ويسمع صوتك يا رب ويدبعك استخدم يا رب كل كلمة وكل عمل مهما كان بسيط لمجد اسمك القدوس يا رب لامتداد ملكوتك في العالم بارك يا رب قناة الكرمة بارك كل العاملين فيها بارك أسرة البرنامج بارك الأخت نورة بارك كل شخص يا رب بيقدم عمل لأجل مجد اسمك هم بيحبوك يا رب وعايزين يوصلوا صوتك وعايزين يوصلوا حقك وعايزين يوصلوا محبيتك للجميع لكل الناس اللي مش عارفهاك يا رب استخدم الكل الإعلان حقك والمجد اسمك يا رب في كل مكان في اسم يسوى المسيح لكل المجد والكرامة إلى الأبد آمين آمين باسم يسوى طيب المشكلة بقى اللي حصلة قبل ما نبدأ مع دكتورة مريم والترند اللي قلب الدنيا الوقت اللي فات اللي هو نشوف في الصورة أول صورة الترند والقلق اللي حصل حواجب مونازاكي حواجب مونازاكي عملت قلق الحواجب العريضة أو اللي زهرت في البوستر بتاع الإعلان مسلسل تحت الوساية وعملت مشكلة لغاية دلوقتي لغاية لما اضطروا هم يغيروا القائمين على العمل اضطروا يغيروا البوستر بتاع المسلسل من الدقة اللي حصلت وان كانت الدقة اللي حصلت دي حايف صالح المسلسل لان هما ضمنوا العدد المشاهدين هيكون قد ايه لكن نشوف كده في التعليقات مش هناخد كتير هناخد بعض التعليقات اللي اتكلمت في الأمر ده بيقول اظهر محجبة بالشكل ده وانه بيحول وحدة شكلها مقبول نسبيا زي مونازاكي لوحدة قبيحة مقصود جدا وطبعا بعد ما تقلع الحجاب حواجبها هترفع والحبوب هتروح والشاها ينور تاني ويبقى أبيض وجميل طبعا انا مش عارفة يعني انا مش شايفة ان هي قبيحة لكن هما شايفين منظر الحجاب مخليها كده ده وجد نظرهم هما ده طبعا حد من الاخوان بيقول كده في الجمهورية الجديدة ملقيوش فلوس للعلف بس لقوا فلوس للفراخ المجمدة ملقيوش فلوس التعليم لقوا فلوس السجون ملقيوش فلوس لدعم بس لقوا فلوس يعملوا بيها مسلسلات تفطر الصائمين وتشوه المحجبات وتعلم البلطاجة طبعا ده ايه يعني ده لغرض سياسي تاني دي للأسف التعليم اللي جاي ده واحدة يعني يعني واحدة مفروض ان هي يعني تشعر بوضع المرأة المسلمة ومعاناتها بتقول لها ايه ربنا يبتليكي وتزبحي بالشكل العرة اللي طلع تقنعينا بيه ده المحجبات اشرف واجمل وارقة من منظرك العرة ده وبتشتمها طبعا بس اللي يقلع كذا سهل عليه العضاميره ودينه عشان الفلوس وانا بتعجب جدا من اخلاق هذه المسلمة المحجبة ايضا وهي بتتكلم عن مونة زكي اللي معرفش شايفينها يعني قبيحة ازاي دي واحدة تانية بتقول مونة زكي جننة الاسلاميين بيقولوا ان شكلها المبهدل والوحش ده متعمد وورا غرض علماني خبيث لتشويه الحجاب والصراحة شكلها في بوستر المسلسل واقع جدا وهو نفس الشكل اللي بنشوفه كل يوم في الشارع حتى جرب كده وروح اي مصلحة حكومية والكلام ده حقيقي التعليق ده الاخير ده هنشوفه ده حقيقي بصراحة المرأة المسلمة هي فقط من عليها تطبيق الشريعة اما الرجل المسلم فوزفته فقط التأكد من تطبيق النساء للشريعة ودي حقيقة مشكلة الاسلام مع المرأة اللي بيحاولوا ان هم يغيروا الوضع او يجملوه او يبينوا ان المرأة المسلمة الاسلام كرمها وخليها يعني في وضع الاتحاماها من ان الناس ينظروا اليها بانه غطاها وعمل امر الحجاب دوت ففعلا مراقبين المرأة المسلمة مراقبة من الرجل المسلم عشان يشوف هي بتطبيق الشريعة ولا لا لان جزء كبير مش عارف اقول قد ايه نسبة كبيرة جدا من الشريعة الاسلامية دي تطبق على النساء طيب نشوف من بعض الاراء التانية اللي يعني تكلمت مع مونة زاكي مع مونة زاكي عن المسلسل نشوف الفيديو رقم واحد ونشوف الاستاذ رأيه ايه اجاب وظيفته ان يخفي الجمال ده اللح المنزلان بقى ليه انه هو خفاء انت بس انزل الشارع ولا اي مصلح حكمية هتلاقي صورة مونة زاكي دي امر بعد ما حرمته كل حاجة يا عمد الطرح النبيتي دي عند كل بنت مصرية لدرجة اني متخيل ان اللي مش محجبات عندهم طرح النبيتي زيها واخيرا احب انا اضيف على كلامهم معالي بقى عليه الصورة دي لو ليها ريحة لأ اهم حتة اللي راحت دي اللي بيقول الصورة دي لو ليها ريحة هتشموا سوري ريحة عرق لان انتوا منعت وحرمتوا عليهم ان هم يحطوا برفان لان المرأة ممنوع ان هي تحطها عشان ما حد يشم ريحتها ويشتهيها فالمنظر ده ده تطبيق للشريعة الاسلامية مش انتوا عايزينها محجبة هو ده الحجاب بالنسبة للحواجب بالعكس ده المسلمة اللي ترقق حواجبها اللي هي المتنمس لها دي ملعونة دي ملعونة وموجود كده في الكتب الاسلام مش عايزين تسمعوني اسمعوا محمد حسن خلينا نسمع في الفيديو رقم اتنين بيقولك ايه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة النامسة هي المرأة التي ترقق حاجب امرأة اخرى اللي شغالة يعني دي اسمع النامسة النامسة المرأة اللي بتعمل كوفيرة وابتقف لترقق حواجب النساء المتنمسة هي التي يفعل بها هذا طيب ما حكم الشعر بين الحاجبين هل هو من شعر الحاجبين يحرم عمرأة مسلمة ان تاخذه للمسألة يعني هو يعني ايه يعني ساب الحواجب ودخل في الحكم يعني انتو عندكم مشكلة ده هي اصلا كده يعني هي كده مفروض ان هي اكتر من الشريعة الاسلامية يعني مفروض تخلي الحواجب كده وتخلي ما بين الحواجب كمان موجود فهي بقى لو حسب الكتب الاسلامية لان بيقولك الشعر ما بين الحاجبين ده ده في اقوال كتير فيه بيقول حرام وفيه بيقول حلال فهي بقى لو مشيت مع اللي بيفتو ان الشعر اللي بين الحاجبين ده حلال قصدي حرام أنه يزال وخلت الحواجب لأنها دي مفروض تكون حاجة بالمرأة المسلمة اللي غير في صورة بتاعت مونة زاكي لو ممكن نشوف الصورة تاني اللي غير دي تبقى مرققة حواجبها تبقى متنمسة تبقى ملعونة تبقى ملعونة اللي ترقق حواجبها تبقى ملعونة شوفوا بقى كان في المية وده حديث عن الرسول المتنمسة والمتنمس لها يعني الكوافرات ملعونات والعاملة حواجبها أو مرققها دي ملعونة فشوفوا بقى كان في المية من المسلمات ملعونة واللي بيقول لك ده يعني عايزين يبوازوا شكل حجاب أو يهينوا الحجاب الحجاب أصلا ليه؟ دي المرأة أصلا المسلمة متحجبة ليه؟ عارفين ليه؟ عشان جيف زهن عمر بن الخطاب إنه عايزه متحجبه أنا عايزه متحجبه قال لرسول الإسلام قال له تقريبا ما ردش عليه راح يستنى لما طلعت سودة تقضي حاجاتها في الخلاء ورح ندى عليها وقال لها عارفناك طب انت ليه بتدقق يعني وعارفناك راح تسودة اشتكت لزوجها رسول الإسلام راح اضطر إنه هو يفرد أو ينزل آية الحجاب بسرعة طبعا تعرفين إن جبريل كان ديليفري على طول أول ما في حاجة عايزها رسول الإسلام ينزل على طول بالوحي بتاعه فنزلت آية الحجاب خلينا نشوفه نوسق الكلام ده بالفيديو رقم 3 إحنا مش بنقول حاجة من عندنا جماعة نسمع الفيديو في صحيح البخاري في مناقب عمر إن عمر له موافقات في كده 12 موقف وافق الوحي فيها عمراء اسمعي بقى أنت محجبا ليه عمر كان يتمنى حاجة أو تحدثه نفسه بشيء ويهي القرآن ينزل موافقا لعمر من ضمن موافقات عمر آية الحجاب دي يالبقى إيه آية الحجاب إن سيدنا عمر وجد السيدة سودة ذات يوم تخرج إلى المناصع لتقضي حاجاتها فسيدنا عمر شاف سودة وهي ماشية فقال بصوت عالي قد رأيناك يا سودة الله دي أخنا أنت بتألس على السيدة سودة آه بيألس أنت بتتحرش بالسيدة سودة آه بيتحرش لا الكلام مش كده ده هو رحل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أزواجك يدخل عليهن البر يدخل عليهن البر والفقد هي رايحة تقضي حاجاتها يعني الحاجة الحاجة لزم تعملها يعني وده كان المتاح وقتها ييجي ويقول لها أنا شايفك يعني إيه الأخلاق دي ويقول لك لأ مكانش بيتحرش بيها لا لا سمح الله ما بيتحرش وبعدين يقول لك لأ ده هو كان بيقاله ده بيدخل عليهم البر والفقد أنت اللي رايح لها أنت اللي رايح واقف وراها و misunderstood حاجتها و بتقول لها شفتك شفت كنت في الوضع ده دي أخلاق أصلا دي طريقة عرفتي بقى أنت ليه بتتحجبي لأن جاء على ذهن عمر أن النساء تتحجب من ضمن الحاجات اللي وافق فيها إله الإسلام عمر وأنزل بها واحد وبعدها نزلت آية الحجاب الموقف ده موقف عمر يعني مفروض يعني تفكروا فيه هل دي أخلاق واحد كان أمير مؤمنين هل دي أخلاقه دي أخلاق الطريق واحدة يعني مفروض أنه هو يدي دهره مش يقول لها لأ ده أنا شايفك وبيندي عليها بصوت عالي أنا شايفك يا رأيناكي يعني كان جايب أصحابه معاه بقين ولا إيه هل دي أخلاق وده كان واحد مع رسول الإسلام ما تهذبش من معاشرته لرسول الإسلام ما تهذبش وجبريل كان مفروض بينزل الوحي فوستيهم ولا عمر فيهم الموضوع وفهم الدنيا تمشي إزاي وحب أنه يخليهم يتحجبوا فخلهم يتحجبوا أكبر محمد خلى تروح تشتكيله أنه عمر قال لي رأيناكي وشفتك وانتي في الوضع اللي كذا كذا وقال له خلاص يا عمر ما تزعرش نفسك بلاش فضايح أكتر من كده تنزل آية الحجاب طيب تعليقك يا دكتورة مريم على موضوع المنازكي وحواجبها وأزمة البوستر المسلسل اللي كان اللي مازالت موجودة يعني تفضلي حضرتك يعني التعليقات بتاعة المسلسلين على البوستر بمجرد ما ظهر هل في صوت كده وقت مرة آه بسه في صدر شوية بس معلش نحاول نسمع تفضلي يعني تعليقاتهم بتاعة البوستر ما ظهر وهم أصلا مش شفوش المسلسل ولا يعرفوا قصته وزعلوا جدا ده بيفقرني بمصرحية زمان كده كان بيقولوا احنا نفتح الشباك ولا نفتح الشباك بالزبط يعني أنتوا عايزين المحجبة جميلة وملفتة والتالي تفتن ولا عايزين شكلها مش حلو عشان تنفر الرجالة وما تسرهمش جنسيا فاحنا مش عارفين ازاي نرضي المسلمين يعني كان فيه مسلسل كده من فترة كان فيه ممثلة اسمها هناززاهد فكانت مفروضة عاملة حجاب وحتى ميكاب كامل فكانت تعليقاتهم وانتوا كده بتشوهوا صورة المحجبات لأن الحجاب ده معمول عشان خاطر يخفي مفاتن المرأة يعني من البلد كده يا أخت المسلم عشان يبقى شكلك وحش عشان يبقى شكلك منفر عشان الرجالة المسلمين الزباب زي ما بيقولوا عليهم ما يفتتموش فهم عاوزين ايه بالضبط يعني هي عملت حواجبها يعني ما عارش تعليق ليه الرجالة المسلمين والشيخ المسلمين يكلموا في أمور خاصة بالمرأة يعني ليه العكس مش صحيحي يعني ليه ستة مثلا ما تقولش الراجل يبقى عنده دقن ولا لأ يبقى عنده شنب ولا لأ يبقى بيلبس مثلا نظرة شمس ولا لأ يبقى بيلبس بطنس بالجلب تدخل في شعر المرأة وحواجب المرأة ولبس المرأة وحياة المرأة كلها من الألف ليه؟ يعني أنت حضرتك زعلان والأستاذ الحتم الحويني ابن الشيخ الحويني أسد السنة بيقولك أنه حواجبها تخينة يعني كلام مفروض ما يصدرش من رجل بغض النظر عن رجل دين هي أصلا هي كده أصلا عملة عملة الشرع يعني هو مش مفروض أن هي ترقق حواجبها أصلا يعني مفروض كل امرأة مسلمة يبقى شكلها لو هي عايزة تبقى ملتزمة يبقى شكلها زي مونة زاكي كده في الفيلم أو في المسلسل يعني أنه قال لعن الله النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة طب يعني كله يعني وبعدين ما تحطش برفان فاللوة يعني سوريا كده اللوة تطلع مقززة عشان المسلم يهدى وتبسط طب زعلانين ليه لمحطة المراية قصدك ووردكوا الصورة اللي هي برضو فيها تجميل يعني برضو مونة زاكية شكلها مش مش اللي هو الشكل اللي احنا بنشوفه في الشارع النهاردة يمكن حضرتك سيبتي ومصر بقالك فترة طويلة النهاردة الشوارع يعني ما يعلم بها لربنا يعني الحجاب والنقاط طبعا بقوا سايدين تسعة تسعين تسعة من عشر من السايدات المسلمات لا فيه اهتمام بنظافة شخصية ولا فيه اهتمام بأنه حتى يعني بتخاف تخسل وشهاها الصبح وهي نازلة محترامي لأخواتنا المسلمات عشان خاطر يبقى شكلها يعني عابس عشان خاطر ما تفتنش رجال طبعا العناية الشخصية دي صف يحضرني وقف ان انا فترة وصلت المسلمات ان انا ركبت مع اخت منقبة ما احترامنا للمنقبات بس يعلم ربنا الحد هي ما نزلت انا كنت قربت اعتقايا ما فيه جوفي يعني غالبا والدنيا كتشلتة غالبا هي موضوع الحمام ده ما بتلجألوش وطبعا ممنوع انها تحط ميكب وطبعا اللبس اللي هي لبسها ده طبعا لا يشف ولا يصف فطبعا معكمية العرق اللي حصلة طبعا النتيجة كانت مزرية فهي دي الصورة اللي انتوا اوزينها طب زعلتوا ليه طب قولنا الكتالوج اللي انتوا عايزين المرأة المسلمة تمشي عليه نحطونا الصورة العامة كده وهم هيمشوا عليه ما فيش اي مشكلة لهم مطيعات للأسف الشديد هم بيتعوكوا بدون تفكير والفنانات اللي هم الفنانات اللي هم تحجبوا ولبسوا الحجاب اصلا ده حجابهم لا يتوافق مع الحجاب الاسلامي واللي مفروض تكون عليه المسلمة لما تتحجب يعني ده كده يعني حاجة للمجتمع حاجة اجتماعية كده ان هي لبس الحجاب ومحجبة الاسمه محجبة لكن بما يتوافق مع الحجاب الاسلامي لا طبعا نهائي من اول الحواجب لغاية اخر حاجة يعني لا يتوافق تماما مع الحجاب اللي مفروض في الكتب الإسلامية طيب هل تحب تضيفي أي إضافة قبل ما نبدأ في أول آية عايزين يعرف منها الترجمة للإنجليزي عن من حضرتك معنا دكتورة مريم هل معنا دكتورة مريم ولا فقدنا الإتصال معنا يا جماعة دكتورة مريم ولا طيب عموما يعني بيحاولوا تاني منحاول تاني نتسل بيك يا دكتورة مريم لكن إحنا ممكن ممكن نشوف تعليق هي دكتورة مريم حقيقة هي اللي أرسلت لي هذا الخبر ممكن نشوف الخبر ده في أغندا مسجد في أغندا ممكن نشوف الخبر مع حضرتكم أهو الخبر ده في مسجد في أغندا الشيخ بتاعه أرسل للكنيسة إنه عايزين حد ييجي يعمل مناظرة نعمل مناظرة معاه فالكنيسة وفقت تمام ويأرسلوا لهم أسيس من عندهم عشان يعمل المناظرة لكن اللي ما كانوش يعرفوه في الجامع أو في المسجد أو في المكان اللي هما الشيخ يعني ما كانش يعرف إن الأسيس دوت من خلفها إسلامية وتارك الإسلام وأصبح مسيحي وأصبح أسيس لما حصلت المناظرة مكتوب كده في الخبر إن 37 شخص أعلنوا إن هما هيخرجوا من الإسلام فاللي حصل إيه من المسلمين ومن الشيخ الجامع اللي هما بنفسهم طلبوا المناظرة مع الأسيس ويأتبون إن هما ضربوا الأسيس ضرب مبرح والأسيس دلوقتي موجود في المستشفى فبنصلي من أجله وياريت يعني لو أنتم أصلا يعني هما بس الإسلام حافزين شوية مصطلحات فكن لما هيرصها لشخص مسيحي هيقول له لا أنت صح إن هل الله يلد هل الله يتجوز ويكون له صاحبة زي ما الكلام الغريب اللي جاي في القرآن إن هل الله ينفع إن هو يتجوز وينجب ما كان للرحمن أن يكون له ولد الكلام دوت فهو فاكر إن المسيحي وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه لهم فاكر لما يجي يقول أي حد المسيحي كده يقول له أيوة فعلا لا أنت كلمك صح لا ده أنا كده هشهد الشهادة لا فيه واحد آمن بالمسيح ومن نفس الخلفية وقدم لكم البرهين على إن القرآن ده مش كلام الله والكلام اللي بيقوله ده بعيد تماما عن الإيمان المسيحي ليه بتضربوه؟ ليه بتأزوه؟ يعني يريد تكونوا قد الحاجة قبل ما تعملوها طيب مفروض إننا مع دكتورة مريم هنتكلم في كذا آية منها الآية دكتورة مريم معنا منها الآية في سورة الشرح دكتورة مريم أنا قلت الخبر اللي حضرتك كنت عايزة تقوليه الموضوع الأسيس فإذا عندك أي تعليق ممكن هل دكتورة اللي فاتت بيت حضرتك كماني؟ طبعا حضرتك أكيد ما تبعى الأمم بيقولك إنه حصل ضجة عشان فيه مش عارف قص أسلم طب هل فيه حد أزاب؟ هل فيه حد ضربه؟ هل فيه حد هدده؟ هل فيه حد قاله تستتب ثلاث يام وتقتل؟ طب إذا كان النهاردة الخبر اللي حالتك بتقوليه إنه هم اتعدوا على الناس لمجرد أنهم يعني عبروا عن رغبته منهم يتخرجوا من الإسلام وكلام ده في القرن الـ 21 في ظل إن التكنولوجيا موجودة والعالم كله بقى قرية واحدة وبقى فيه حقوق إنسان وبقى فيه قوانين وأمال زمان كان بيحصل إيه؟ يعني من خمسمائة سنة مثلا أو من ألف سنة لما كان حد بيفكر إنه هو يترك الإسلام كانوا بيعملوا في إيه؟ فلو هم فعلا جادين في نوم بيقولوا إنه الإسلام دين محبة وسلام وانتشر بالورود والياسمين وإنه ما فيش عنف ولا فيه سيف ولا بتاع يسمحوا يرفعوا حد الردة ويغيروا القوانين دي في البلاد الإسلامية ويسيبوا المسلمين يمرسوا حريتهم إذا كان هيبقى مسيحي هيبقى يهودي هيبقى بوزي هيبقى ملحد هيبقى لديني ونشوف ونتقابل مثلا بعد عشر سنين إذا ربنا أدنا العمر ونشوف الإسلام هيفضل قد إيه نسبته قد إيه في العالم والديانات التانية والإلحاد والدينية وكده هتبقى قد إيه لو فضل العدل زي ما بيقولوا الإسلام بيتقاصر وبيمتد وكده يبقى أنتوا فعلا صادقين إنما لو حصل غير كده يبقى فيه علامات استفهام كتير جدا على بداية ظهور الإسلام وانتشاره زي ما هما بيقول طيب أنا عايزة قبل ما لإلا نفقد الاتصال عايزة أستغل إن حضرتك موجودة وقبل ما أعرض النص في الإسلام في اللغة العربية بيقول إيه وسبب النزول وكل حاجة هنعرضه بفيديوهات عايزة أسمع من حضرتك الآية في ورفع عنك وزرك الذي أنقض زهرك الترجمة إزاي في الكرآن المترجم اللي بيصدروا للغرب وهنعرف من الشيوخ يعني إيه وزرك بس لو ممكن حضرتك تقول لنا الأول في الترجمة مكتوبة زي؟ طبعا أنا عندي ملاحظة كده على سيرة محمد في القرآن بس بعد ما نقول الترجمة زي ما حضرتك طالب طبعا الآية في صورة الشرح من آية واحد لتلاتة بيقول ألمنا أشرح لك وضعنا عنك الذي أنقض ظهرك مشكلات في كلمة وزرك لأنه يكون له مفوص مشكل الترجمتين طبعا نحن عندنا ترجمة مرمى دوق اللي اعتمادها اللي هي اعتمادها أو كان بيستخدمها دايما وكان بيفضلها بقول أنها ترجمة ممتازة أحمد ديداد فمرمى دوق الاتنين أجمعوا على حاجة واحدة الاتنين أجمعوا على أنهم يترجموا كلمة وزرك إلى بردن بردن يعني عبق أو حملة قيل يعني الترجمة الآية بما معناه أنه ألم نشرح لك صدرك ونريحك من الحمل الثقيل الذي كان يثقل ظهرك في الترجمتين يعني لو تلاحظي حضرات كلمة بردن في الترجمة الأولى بتاعت مرمى دوق وفي الترجمة التانية بتاعت عبدالله يوسف علي فهم الاتنين أجمعوا وعلى فكرة مش هما بس غيرهم كتير برضو بس احنا ما بتكلمش عن الترجمات التانية احنا اخضرنا دول بس أنه وزرك دي يعني رفعنا اللي هي وضعنا عنك وزرك دي أنه احنا رفعنا عنك الحمل الثقيل الذي يثقل كهلك اللي هي مفروض العربي زنبك أو معصيتك أو خطيتك طبعا عشان دا تحولت لحملة مع فكرة أن محمد معصوم فهم عايزين ينفوا فكرة أنه كان بيرتكب ظنوب يعني بيقدمون هو يعني للغرب أنه يعني شخص مقدس بلا خطية وخالي من العيوب فبيغيروا الكلمة معنى الكلمة يعني دا جملة وتفصيلا الكلمة تغيرت تماما وده مش تزوية وده مش تحريف اللي أنا هقول لحضرتك أنا هرايحك من الحمل قد يكون الحمل دا مثلا مشكلة مادية مشكلة أسرية مشكلة في شغلك مشكلة بعض الشر صحي يعني حمل عندك كلنا عندنا أحمال ثقيلة يعني كلنا عندنا أحمال ثقيلة في حياتنا مشاكل أو صعوبات أو ضيقات فكل ما طبعا تبرق محمد وأعتقد في رأي المتواضع أنها تحطه في نفس المكان طبعا حاشة بس يا دي رقبتهم مع الرب يسوع لأنه طبعا هم يعرفين أنه المسيح حتى في القرآن هو بلا خطية وحتى بكلام محمد أنه هو الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان هو وأمه فهم حابوا يخلوا زي ما بيقولوا كده الرسطة تساوى فهو يعني يصدروا بقى الكلمة وزرك اللي هنسمع من الشيوخ في العربي إيه هي مش إحنا اللي هنقول هم اللي هيقولوا وزرك اللي هي زنبك اللي هي معصيتك التقيلة قوي 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 اللي أحنت زهرك حولوها لإيه لحملك يعني مفيش أحلى من كده مفيش تزيف مفيش تزيف أجمل من كده اللي هو يعني أنتو بتقولوا المسيح بلا خطية طبعا هو محمد بلا خطية الميزة اللي بيمتاز بها المسيح يعني ده شو حوالي للأسف للأسف ومش شايفين إن ده تزيف ولا تحريف ولا خداع للغرب خالص طيب اسمحيلي يا دكتورة مريم ويا رب يعني الاتصال يعني كوني موجودة اسمحيلي بقى ناخد الموضوع من أوله بقى السورة أو الآية دي أسباب نزول السورة كلها بما فيها طبعا الآية فنشوف مع حضراتكم في الفيديو ده أسباب النزول هذه السورة فضل فضلك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبب ذلك والله أعلم أنه تأخر نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها سبب تأخر الوحي وذلك بسبب أن المكان كان فيه جر كلب لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة سمعتم فلما جال هذا المانع تواصل الوحي للرسول صلى الله عليه طيب أسباب نزول السورة دي أنه كان انقطع الوحي عن رسول الإسلام وهو كان متدايق أنه انقطع عنه الوحي بس ما كانش عارف لكن عارف بعد كده لما اتزال السبب وجبريل قدر ينزل تاني كان ايه السبب اللي قطع الوحي عن رسول الإسلام أنه كان فيه جر وكلب يعني كلب صغير يعني كلب لسه مولود بيبي كلب كان موجود في المكان فجبريل ما قدرش ينزل عشان فيه بيبي كلب في البيت أو في المكان اللي مفروض هينزل فيه الوحي يعني أعمل ايه مفيش كلام مفيش كلام يتقال أنا أصمت أحسن يعني أصمت أفضل يعني لو الكلب مشكلة لجبريل ومشكلة لإلهة الإسلام طب خلقوا ليه من الأول يعني خلق الكلب ليه لو هو هيعكنن عليه درجة أنه هو ما قدرش ينزل الوحي ويمنع أن الوحي ينزل ينقطع الوحي عن رسوله وعن خير خالقه إيه رأيت في أسباب النزول يا دكتور أماني طبعا كلام ما دخلش عقل طفل يعني لسه حتى جنين في رحم أمه يعني طب ما تقوله يعني طب ما تفضل كده لحد إمتى لحد ما تيجي كده لوحدها أنه الجرو ده يختفي طب ما تقوله يعني ادي له علامة يعني قل له لو سماحت الشيل ده عشان مش نافع ولا أنت مش حابب تتواصل مع حابب تراح موخك طبعا الحاجة المهمة قوي اللي بيقولها الشيخ يعني ولفتت نظري أن الملائكة لا تدخل بيت في كلب أو صورة لكن تدخل بيت في ملكات يمين مثلا بيتجامعهم غصب عنهم تمام طب ده مش حاجة يعني مش حاجة غريبة مين اللي زعل أكتر يعني الكلب عمل إيه ده احنا شفنا في موضوع الزلزال بتاعت تركيا شفنا الكلاب اللي هي مضربة اللي هي خرجت ناس وأنقذت ناس من تحت الأنقاب طب أنت بقى عملت ما عرفش إيه ده محمد مع الحاجة الخنزير اللي أنت بتعديه وعايز تبيده طب الخنزير ده بيستفادوا منه وأنه بيخرجوا منه الأنسلين طب أنت بقى أفدتنا بإيه أو أفدت البشرية بإيه فطبعا كلام يعني ما عرفش المسلم بيبقى رامي عقله وورا ظهره عشان خاطر يقعد يسمع عن شيوخ دول ويصدقهم كده بدون حتى ما دوروا وراهم ولما نجي نقوله يقول لك لا أنتو غلطانين أنتو بتتقولوا عليهم أو أنتو بتتدعوا عليهم بعدين افرد أن فيه رسالة مهمة من إله الإسلام عايز بعتها الرسول يعني جاروا وكلب يعطلوا يستنى لما يزال السبب يعني يستنى لما الكلب يطلع ويجي بقى جبريل يعني مفضلكوا فكروا فكروا صدقوا بأمانة إحنا مش قصدنا أننا بعتذر يا اختمال يعني بأمانة مش قصدنا ولا قصدي ولا دكتورة مريم قصدنا أصلا نحنا نتهكم أو نقول بجد لا بأمانة يعني أنا بعرض أنا بعرض الكلام ده مقبول يعني أنت تقبله أن إله إله وملاكه اللي بينزل بالوحي بتاعه ما قدرش ينزل يوصل الوحي بسبب وجود جر وكلب كلب بيصغير بيبي كلب تفضلي كنت هتقولي حاجة دكتور يعني أنا مش عارفة ليه ليه أخواتنا المسلمين بيصدقوا كلام الشيوخ أوتوماتيج ولما نجيحنا هنتكلم يقول لك لا أنتم طب ما تدوروا ورانا ما تدوروا ورانا ما هو ده في الكتب طيب نشوف في الفيديو اللي جاي تفضلي بعدين وبعدين ليه يعني طب إيه المشكلة يعني لو كان محمد الآية اللي كانت هتنزله مرأة مؤمنة أنه وهبت نفسها للنبي كان برضو لوحيها تأخر لا طبعا ازاي يعني ده كان الاحتياج ضروري في الوقت دوت إن بالذات كمان بالذات كمان موضوع زينب بانتجاه موضوع لما قاد زايد منها وطرا كان يعني هيستنى لما الكلب لا كان أكيد كان هيتصرف يعني طيب معلين نشوف في الفيديو رقم خمسة وهو بقى إله الإسلام بيقول له بقى يعني الآية أو الصورة نظام إن هو بيعذبه يعني انت زعلانا عشان يعني الوحي ينقطع يعني غزبنا عننا ده كان فيه كلب صغير في البيت لكن لما نزله بقى يقول له إيه يعني أنت ألم نشرح لك صدرك أنت مش عارف أنا عملت فيك إيه فأنا اسمع الفيديو ده رحيم ألم نشرح لك صدرك يمن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أعطاه فيقول له ألم نشرح لك صدرك يعني ألم أتفضل عليك بأن شرحت لك صدرك ده نعملت فيك بالإيمان والتقوى فحصلت الطمأنينة والثكينة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اسمعوا الوزر أي غفر الله له ما تقدم من دمه وما تأخر ووضعنا عنك والوزر هو كل ما ثقل كل ما ثقل يقال له وزر ومنه واجعل لي وزيرا من أهلي أن يحمل عني بعض الثقل والوزير هو الذي يتحمل عن الإمام بعض حاجته أو بعض أعماله قال وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك خوفك من هذا الوزر أزلناه عنك خوفك من هذا الوزر أزلناه طيب كمان عشان نعرف بردو معنى نسمع الماء نسمعنا معنى الوزر اللي هو الزنب هنسمع تاني وهنسمع تالت بس نسمع كمان نشوف الفيديو دوت وأسمع رد دكتورة ماري معلي نشوف الفيديو لبعد وضعنا عنك وزرك وضعناه أي طرحناه وأقوناه وسامحنا وتجاوزنا عنك وزرك أي إثمك الذي أنقض ظهرك فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وزره وخطيئته حتى بقي مغفورا له فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وزره وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهرك أي قضه وأتعبه وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره يعني لما وزر خير خلق الله أحنا ظهره أسقل ظهره وزره خطيته زنبه معصيته وأنا بقى عايز أسأل بقى بصراحة في الجزئية دي لأنها حاجة يعني بفعلا تصير تساؤل إيه اللي في محمد خلاه يبقى أشرف خلق الله وخير خلق الله والمصطفى إيه اللي فيه طب ما هو في البداية ما هو هو صغير جاله جبريل مش جاله جبريل يا جماعة وشق صدره وطلع قلبه وغسل وشال الحاجة السوداء اللي فيه ونظفه كده وخلاه في التسط وخلاه زي الفل كده بيبرق ورجعه تاني قلبه إيه اللي خلاه عنده وقلبه اللي اتغسل في التسط واللي غسلهله جبريل يبقى خلاص يعني قلب نقي يبقى إنسان كويس يعني شق الصدر ده عمل إيه الغسيل اللي غسلهله جبريل ده عمل إيه لما هو في أول الدعوة برضو انشق صدره تاني انشق صدره أربع مرات ويطلع ويتغسل ويرجع ويطلع ويتغسل ويرجع وفي الآخر يقوله رفعنا عنك وزرك الذي أنقض زهرك يعني هنسمع يعني أنقض زهرك معناه إيه برضو من شيخ لكن أنا بتساءل شق الصدر عمل إيه لما مازال الزنب والوزر كبير وتقيل بالشكل ده وإيه الميزة أو المزية اللي تخليه إنه هو يعني خير خلق الله إيه اللي فيه طيب أسمع تعليقك يا دكتورة ماريون هو يعني أنا للأسف ما قدرت شامسك نفسي لما حضرتك بتقولي أنه طبعا أنا عارف القصة الشهيرة دي بتاعت أنه هو غسل صدره في الطاست يعني غسل قلبه يعني بيفكرني اللي هو ست لما بتغسل الحاجات في المطبخ بقى بالملح والخل اعتقدهم إنه الخطيئة يعني جسدية مادية فهو بيعتقدوا إنه الغسيل والوضوء والحاجات دي لا الخطيئة يعني في الأعماق مش إنها تتغسل ده ما كان في حد غلوب كان كل الناس راح تعملت عملات وفتحت قلوبها وخلت الدكتور غسلها وبقت زال فل بس هو يشكر الشيخ الحقيقي الشيخ لحضرتك عرطيهم إنهما قالوا نفس الكلام اللي بقبط في الكتب يعني ما بيدلسوش زي المترجمين إنه ذنبه وإنه إثبه اللي أنقض ظهره يعني لما تشوف حضرتك الطابر يتفسيره اللي وضعنا عنك وزرك يقول وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحطتنا عنك ثقة الأيام الجاهلية التي كنت فيها وبيقول كمان إنه حدثني محمد بن عمر قال أنا ابن عاصم ها 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 قال جماعة عن ابن نجيح عن مجاهد عن قول لا وضعنا عنك وزرك أي ذنبك يعني إذن محمد مش معصوم يعني ما كانش معصوم زي ما أنتم بتدعو بينما أنتم بتقولوا في قرآنكم إنه عيسى اللي هو أنتم بتقولوا عليه المسيح لم تنسب له خطي وبكلام رسول الإسلام نفسه إنه لم ينخسه الشيطان طب يبقى مين بقى أشرف القلق لو اعتبرنا عيسى ده اللي هو النبي المخلوق مين أشرف القلق ده صحيح وده اللي إحنا يعني بنتساءل فيه دكتورة ماري مسمحيني بس أخد تليفون من مصر أستاذ عبد المسيح أهلا بحضرتك ألو 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 سامعيك تفضل حضرتك معانا على الهواء أهلا مساء النور سامعني بس من التليفون بعد إذن تفضل ربنا يباركك أشكرك أنا عبد المسيح أهلا بيك أخي عبد النسيح تفضل أهلا بيك تفضل اسمعني بعد إذنك من التليفون ابعد عن أي جهاز تفضل أسمعني بس من التليفون ابعد عن أي جهاز عشان أقدر أخذ مكالمتك تفضل حالتك أنا مش سامع كويس هو بيقول إيه معلش مش قادر أسمع حد بيتناقش معاك في الدين أهلا بيتناقش معاك في الدين يعني أنا أخاف عليك بصراحة وزي ما فعلا الحكمة مطلوبة هل دون ناس قريبين منك يعني فعلا عايزين يتناقشوا يتكلموا معاك عايزين يعرفوا ولا مجرد عايزين يعني يرموا لك شبهات أو يشككوك أو ليهم أغراض تاني هل الموضوع يعني فكرة نقاش لا أنا أعتقد أعتقد أيو أنا مع الأب الكاهن بلاش عشان فيه خطورة إن هو ده شخصي ما عندهش حاجة هيتناقش فيها أصلا ده بيقول لك تعالى عايزك تبقى تابع الدين بتاعنا لو قلت له أي حاجة أو تناقشت معاك في أي حاجة هيكون خطر عليك فالأفضل إنك تبعد عن الأمور دي وعن النقاشات دي وإذا قال لك عايزين نتناقش فيه الدين أو أي حاجة اديهم رقم القناة وقل له تواصل فيه ناس يعني ممكن تتكلم معاهم في الأمور خاصة بالإسلام ويكلمنا وإحنا نكمل حديث معاهم لكن يعني للحكمة والأمانك ابعد عن الأمور دي شكراً لحضرتك معنا أخت نهال من لندن أهلاً بحضرتك سلام ونعم يا أخت نور والأخت الجميلة اللي دايماً بيعجبني تعليقاتها الدكتورة مريم بجد ربنا يباركك يا دكتورة ويبارك حياتك وتشوفي نفوس بعدد شعر راسك بتعرف الرب معرفة حقيقية دايما صلتي في البداية وقلتي من كل قلبك يا رب سود على القلوب والعقول وأنا باتحد مع حضرتك وبيصلي من كل قلبي إن الرب يفتح عيون شعبه وييجي بقوة روحه القدوس ويلين كل القلوب والعقول المتحجرة ونشوف بأيوننا إنه الأرض بتمتلق من مجد الرب كما تغطي نياه البحر أما بالنسبة لحواجب مونة زكي بجد قلبي حزين جداً من جوة على كم التفاهات الإبليس شاغل بيها عقول الناس ولهيهم على المواضيع الهمة زي قضاء أبديتهم مثلاً سعايزة بيتقطع على السيدات اللي بتعلق بالشكيمة والدعاء يا حبيبتي أنت مش خاصة أنك بتعملي خطية بإدامتك لها ليه تدي نفسك الحق في إدامة الغيب بهذا المنظر ما تسيبه الناس وتركزي في نفسك أما من جهة موضوع النهاردة واختلاف الترجمات فأنا يعني للأسف بقول من واقع اختبار لي لأني بعيش في الغرب أنا بقول للأسف للأسف الأوروبيين بيعرفوا ده كريم أو ده إسلام كريمة الإسلام بمعنى أنه الإسلام دين رائع بينهي عن المنكر بيعلم الموظم على الصلاة وأنا هشارككم بموقف مضحك يعني فيه فعلا حصل معايا واحدة في الشغل للأسف إنجليزية مسيحية بالاسم بالبطاقة فقط وقعدت تقول لنا في الكوفي بريك أنه الإسلام أفضل من المسيحية بكتير ولما سألتها من فضلك ممكن تقوليني ليه بتقولي كده قالتلي أنا بنتي عايشة مع بويفرند موسلم حاليا وبطلت تشرب خمر وبقت تحط طرحة على رأسها وبتصلي كل يوم بانتظام أربع وخمس مرات فأنا الحقيقة بحكت بحكت سكرية مش هصدع دماغكم بتقوليني معاها لكن أبسط حاجة قلتلها هو العيشة بتاع البنت حضرتك معاها من غير زواج هو ده برضو مش اسمه زلة ولا ده أوكي في رأي الإسلام اللي حضرتك بتحترني يعني أقول للأسف الناس مخدوعة بالترجمات الراقية وفي جهل فضيع لأنه الإسلام من الآخر كده دين بيهتم بالمظهر دون الجوهر فأنا بصلي أن ربي يكشف الزيف ويعلن الحق ونشوف الناس بتفوء قبل فوات الأواد وربي برس أشكرك أشكرك جدا نهال في الأخت نهال قالت اختلاف الترجمات الحقيقة عايزة أقول أنه هو مش اختلاف لكن هو تزوير تزوير اللي بيزوره في الكلمات الكلمة اللي مش عجباهم اللي هتظهر رسول الإسلام أنه هو كان ليه زنب وكان ليه معصية بيغيروها اللي زي ما قالت لنا دكتورة ماري من هي كلمة حمل شال عنك حملك إيه هو الحمل ده مش مش مشكلة هو حمل وخلاص المهم أنه هو يقدم حاجة فيها تجميل لرسول الإسلام وفيها خداع للغرب زي ما قالت دكتورة ماري وعلقت الأخت نهال طيب معنا بنت الرب من مصر أهلا بحضرتك أهلا بك أهلا بك تفضل ربنا معاكم وربنا يبارككم والبرنامج جميل ودائما حضرتك يعني بتختاري ناس فعلا حقيقية أوي من جواها بتوضح حاجات كثيرة أوي بتلمس كل قلوب الناس اللي كانوا زيها اللي كانوا في الظلمة ودلوقتي بقام في النور أنا مبسوطة جدا بكم وربنا يبارككم أنا عايزة أقول برضو حاجة أن للأسف السيدات المسلمات هم منسقين وراء تقوص فقط لغير شكليات لازم أبقى لفة مش عارفة إيه لازم أبقى مغطية مش عارفة شعري إيه لازم طيب تمام بس هل أنت تقدري بقى تلتزم بدا لأ هم بيقولوا بس وبيطلبوا من اللي حواليهم أن هم يعملوا ده لكن هم فعلا القلوب من جوه سيئة 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 مصلحتي مصلحتي وبيبقى نفسهم ومونع عليهم يبقوا يهتموا بنفسهم وبيحسدوا غيرهم صح علشان هم مش عارفين يعملوا ده صح ومتوقعين أن بيبراروا ده لنفسهم أن هم كده هيخش الجنة فإحنا مستحملين أساوة الدنيا وإحنا لا نخش الجنة لكن الناس اللي بتهتم بنفسها واللي هم نفسهم يبقوا زيهم دول الأسف يعني دخلين اللي أردونا الوحشين اللي دفلين اللي تقول ربنا مش جايبنا عشان يعزبنا ولا جايبني عشان يحرمني أو يمنع عني حاجة تخص سايكوليز سوري يعني جسمي أنا كست عايزة أن أنا باهتم بنفسي عايزة أن أبقى بني أدمى حلوة عايزة أن أراضي عن نفسي وإلا أنا بعد كده مش هبقى ثوية نفسية صحيح صحيح فلا هم ما فيش كله يعني أولب جامدة أولب جامدة ما فيهاش تعامل مع الروح ومع القلب لا هي واحد كل الاهتمام بالراجل راجل يامل هو عايزه راجل يجوز زي ما هو عايز راجل يشتم راجل يدرب راجل يهجر راجل يامل كل حاجة هو عايز يعملها لكن الفتة دي برعا أداة جفت هي أداة للراجل فقط لغير تكون خدامة وتكون أم وتكون زوجة من ضمن أربع زوجات ومعاها كمان ملكات يامين لو كانت في الوقت اللي ساتت شكرك جدا لأنك فعلا أنا اللي بشكرك لأنك اختصرت وربنا مع دكتورة مريم وألف ألف مبروك خروجها من ظلمة إبليس أمين أمين لكن عايز أقول لحضرتك أشكرك جدا لأن أنت اختصرت فعلا وضع المرأة في الإسلام واللي بتصبر بي نفسها يا حرام إن هي المهم إن هي تكون في الجنة ويريت ضمن لها الإسلامي الجنة لأن رسول الإسلام قال أنا شكرك جدا شكرك جدا رسول الإسلام قال رأيتكنا يا أختي يا مسلمة رسول الإسلام قال رأيتكنا أكثر أهل النار أنت يعني ليه فاكرة إن الحجاب ده ميزة بالعكس زي ما قالت أختنا دلوقتي إن أنت مستخدمة بيعملوا ده ميزة ده شكل للإسلام الإسلام فيه حجاب فأنت شكل منظر للإسلام في الغرب إن دي مسلمة بتنتمي للدين الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي بيغطيك عشان ما تبيش فتنة للرجل ما تفتنيش الرجل وتخرجيه عن دين ويدخل النار بسببك إن هو أنت فتنتي يعني رسول الإسلام قال أكثر فتنة بيخشى عليها من على المسلمين مش رجال المسلمين أكثر أكثر فتنة يخشى فيها على المسلمين هو فتنة النساء لكن رسول الإسلام أسم ما بين المسلمين اللي هما الرجال والنساء دي حاجة تانية دي ده صنف تاني نوع تاني ما هواش في الإسلام فمن فضلكم فكروا طيب عشان الوقت اللي باقي الليل خليني زي ما عادت حضرتكم إن هنعرف معنى أنقض ظهرك بسرعة كده ناخد ولو جزء من الفيديو شرحي يقول ما معنى أنقض ظهرك فالجواب أن أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك حتى سمع له صوت فالصوت الذي يصدر من الحمل الثقيل يقال له نقيض يقال له نقيض ولذلك عندما يوضع على البعير القتب ثم يوضع عليه الحمل فإذا ثقل الحمل فإنه يسمع صوت لهذا الحمل لهذا القتب وهو يحمله البعير يقال له أطيط ويقال له نقيض فقال له تعالى الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك لأنه قال في الآية التي قبلها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يا محمد والوزر هو الذنب وما يتعلق وما يترتب على الذنب من المؤاخذة الذي أنقض ظهرك يعني هذا الحمل الثقيل والذنب هو الذي أثقل ظهرك حتى أصبح له صوت ويسمع فإذا الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقله حتى سمع له صوت من شدته يعني من شدة زنوب رسول الإسلام من شدة معصيته من شدة خطايا يعني اتمثلت أنقض ظهرك يعني بقى ليها صوت قال كده زي ما يكون حد بيحط حاجة على ظهر بعير وده وصف الشيخ مش وصف يعني أو المثال اللي خده الشيخ مش أنا حط حاجات تقيلة على ظهر البعير لدرجة أن ظهر البعير ما تحملش ويعني عمل صوت النوع أنقض ده فقد كده كانت زنوب محمد سقيلة طب على أي أساس يا جماعة على أي أساس يقولك إحنا خلاص محيناها شلناها هل ده إله عادل هل ده إله كدوس إيه السبب اللي يخليه يشيل زنوب بالتقل ده بالحجم ده معصية بالشكل ده ويقوله خلاص سامحتك على أي أساس على أي أساس الله إله كدوس إزاي هيعمل كده هيشيل من أقوله خلاص أنت كده معلكش حاجة طب فين العدل طب يعمل كده مع كل الناس طب ليه في ناس دخل جهنم وجهنم مش حايفة لها ثمن أبواب كل باب لها ليه اسم وكل باب ليه ناس طب ليه ده كله طب ما هو محمد كان يعني أكتر واحد يستحق يدخل بصراحة إذا كان كل الزنوب دي وكل المعاصي دي كانت فيه اللي هي عملة صوت من تقولها إيه الميزة اللي فيه اللي تخليه أشرف خلق الله وإنتوا ليه مضطرين إن أنتوا تزوروا في القرآن وتقدموا للغرب قرآن مزور وكلمات بتغيروا لغير كلمة زن بالحم ليه لأن ده أمر أنتوا نفسكم مش قابلينه ولا يا دكتورة مريم المسلم نفسه مش قابل الفكرة عشان كده اللي ترجمه غيره الكلمة تفضلي حضرتك اسمحيلي حضرتك بس أعلق على الشيخ وبعدين أعلق بسرعة على ثقة الزنوب محمد تفكرني برائعة الكوميديا الإلهية أنا طبعا أريتها بالإنجليزي مش هقول أن أنا بعرف إيطالي لكن أريتها لجمعتها بالإنجليزي وفيها طبعا المفروض أنه البطل بيمر بيعني هي ثلاث أجزاء الجنة النار المطهر بحسب العقيدة الكاثليكية فهو المفروض أنه قابل محمد في أدنى مرتبة من مراتب النار وبتكلم معه بيقول له انظر الله أقل مني في الاحتمال يعني وأنا وبالشيخ بيتكلم افتقرت القصة دي أنه حتى ذنب يهوزة الإسخريوتي الفضيع أقل من ذنب محمد ودي كانت نظرة أوروبا على فكرة لمحمد طبعا رائعة دانتي دي كانت في القرن 14 أو 15 فدي كانت النظرة لما اطلعوا على القرآن ولما اطلعوا على سيرة محمد المترجمة بشكل صحيح مش بتدلسه وتزوير زي ما احنا شايفين الأخوات اللي كلموا حضرتك الأخة بنسيح نصيحة بلاش لو أنت موجود في بلد عربي أو إسلامي تدخل في المبحثات الغبية اللي حذرنا من الكتاب المقدس والرب يساء كنوا حكماءك الحياة اديهم رقم البرنامج جريت يتواصلوا مع الأخة نورة أو الأخة أندروبا من أنهم مسلمين سابقين هم يعرفوا يتفهموا معاهم ويمكن ربنا يشرح صدرهم على دين الأخوة دول بدن من المرتدين نيتهم مضحة عايزين تدخل الإسلام يكسبوا ثواب في أخواتهم المرتدين ودخلوا المسيحيين يكسبوا ثواب في نفسهم ويفهموا الدين أيها دكتورة مريم يكسبوا ثواب في نفسهم ويبحثوا ويفكروا ويفهموا الدين نتمنى الأخة في ريال أشكرها طبعا على محمدها الأخة نهال أسفا أكيد إحنا بنحب أخواتنا المسلمين أكيد ما نتمناش إنهم يكونوا في الجحيم على فكرة الرب يا صلى ما تكلم على الجحيم قال إنه مش معدل الإنسان معدل إبليس وملائكته لكن للأسف الإنسان باختياره هو اللي بيحجز لي مكان في الجحيم السماء فيها مكان لكل واحد لكن للأسف في ناس بعنادها وفي ناس بأخطأها بتصمم إنها تحجز لها مكان في الجحيم فإحنا نتمنى إن أخواتنا المسلمين ما يكونش ده مصرهم لأنه للأسف مصير صعب جدا الأخت بنت الرب أشكرك بس أنا أحب أقولك إن أنا مسيحية 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 الأصل مولودة مسيحية يمكن عيشت حياتي الأولى مسيحية بالإسم لحد ما تقابلت بشكل شخص طب هو مش مسيحية فيه تقطيعها فاسمحي لي أخذ مكالمة معنا طاها من مصر وأسمعك في آخر 30 ثانية معلش الصوت صعب دكتورة مالي معنا طاها من مصر أهلا بيك أهلا بيك أهلا تفضل اسمعني حدلكم التليفون إبعد عن أي جهاز معنا لحدودك 30 ثانية تفضل أهلا بيك أتفضل مدخلتك أهلا بيك تفضل حضرتك بتكلمي عن الديني الإسلام المعظم غلق تفضل يعني قول عشان الوقت بس قول مدخلتك وأنا هرد عليك بعد طيب طيب قولي حاجة حضرتك لو أنت يعني لسنة كده مسقفة متعلمة واردتي في الدين كويس أنا كنت مسلمة أصلا طيب الله أعلم بقى أنت كنت مسلمة ولا ما كنتيش بس أنا كنت مسلمة أنت مش بسد حضرتك حاجة براحتك يعني فضل حضرتك اللي بيحصل في الدنيا يعني كل اللي بذكر في الكتاب بتاع ربنا اللي هو الدين الإسلامي ده ماضي مكتوف فيه أن كل حاجة تحصل في الدنيا دي ظهرت مثال دينا مثال عشان الوقت مثال مثال طيب إحنا كده عشان وقت الحلقة يعني إحنا خدنا مكلمتك وسمعناك وزي ما بنقول دايما التليفونات مفتوحة وبنستقبل كل أخواتنا أحبائنا المسلمين بس طبعا يا ريت تتصل بدري شوية عشان ده خلاص يعني الحلقة بقالها 30 ثانية وسؤالي ليك إيه اللي حصل يعني أنت رد على نفسك إيه اللي القرآن قاله وحصل في وقتنا الحالي آه أنا معاك أن القرآن قال لما قادة زايدوا منها وطرة نزوجناك لأن الآية كتنزلة عشان كده عشان محمد يتجوز زينب لكن فوقتنا الحالي إيه اللي حصل حلقة الجاية تسل ويقول لنا طيب لو كلمة أخيرة منك يا دكتورة ماريم معلش الانتصال كان صعب نصلي المرة الجاية باسم يسوع يبقى كويس فضالي يا رب الصوت يكون كويس فضالي هو الأخ طه يعني يعني بيقول أنه حضرتك بتقولي أنه الإسلام معظمه غلط للأسف يا أخ طه سيفني أقولك أن الإسلام كله غلط بكل أسف يعني دي مش ما قلتي أنا دي ما قلت حد عابر بيقول أنه في رحلة بحثه بيقولك أتمنى حتى ولو في عصرة في المية في الإسلام صح عشان أكمل فيه وما ترش أن أنا أغير حياتي لكن اكتشفت أن ما فيش حتى ولو نص في المية تمام حضرتك اللي مش عارف أن القرآن أو يعني محمد تنبأ أن الإسلام مولد غريبا فسيعود غريبا وده الوقت اللي هو فيه بقى غريب فحضرتك مستغرب ده الأخطة مورة عابرة وفيه زيها على فكرة ملايين حتى في الصادية نفسها في مكة نفسها في مهد الإسلام نبوءة محمد دي لأنه طبعا عارف أن الطبخة بتاعته هيجي في وقته وهبوز طيب إحنا برضو فقدنا الاتصال لكن بشكرك جدا دكتورة مريم على وجودك معنا وعلى المعلومات الحقيقة يعني بتثري وبنستفد منها جدا يعني وبنعرف وإخواتنا كمان المسلمين بيعرفوا التزيف والتحريف اللي بيوصلوا للغرب في القرآن المترجم عشان بيقولوا شوف كل الناس يعني كل الناس من الجنسيات المختلفة بيؤمنوا بالإسلام وبيتحولوا الإسلام من إيه؟ من التزيف من الكرآن المزيف المجمل اللي بتقدموه للغرب وما هماش برضو كتير زي ما بيقولوا أو زي ما بيدعوا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا حضرتكم على المتابعة النهاردة وياريت تفكروا إيه الميزة اللي تخلي محمد خير خلق الله إذا كانت زنوبه بهذا الحجم إذا كانت معصيته وكسرت ظهره إذا كان إله الإسلام نزل صورة عشان يقوله أنا بيمن عليه أنت ناسي أن أنا رفعت عنك زنبك من فضلكم فكروا ربي يسوع المسيح قال وزي ما بنختم كل حلقة أنا هو الطريق والحق والحياة في طريق في حق في حياة هو شخص ربي يسوع المسيح الأسبوع الجاي حلقة جديدة من سوط العابرين انتظرونا والربي معكم فتاة حياة فتاة فتاة موسيح اشتركوا في القناة